اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة صحفية جديدة من صحافة حول العالم نبدوها من القدس العربي والتي تقول نقلا عن الناتو حرب اوكرانيا قد تستمر لسنوات بوتين يدين الاستفزازات السافرة في بوتشا وعقوبات تطال بناته اذا انكشفت امس الاربعاء بل كشف امس الاربعاء عن بعض العقوبات لاسيما الامريكية والبريطانية ضد روسيا عقب ظهور صور مروعة من مدينة بوتشا الاوكرانية وفيما اتهم الرئيس الاوكراني فولاديمير زيلانسكي بعض قادة الغرب باعتبار الخسائر المالية اسوأ من جرائم الحرب اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان السلطات كياف تقف وراء الاستفزازات السافرة في بوتشا والتزامن ذلك مع تحذير الناتو من استمرار الحرب لسنوات هذا وقد اعلن البيت الابيض انه سيفرض عقوبات على ابنتين لبوتين مشيرا الى ان افراد عائلة الرئيس الروسي يخفون ثروته واعلن ايضا عن عقوبات على اكبر مصرف رسميا حكومي واكبر مصرف روسيا خاص وهو الفا بنك لافتا الى ان كل الاستثمارات الامريكية الجديدة في روسيا اصبحت ممنوعة واوضح المسؤول الامريكي ان الولايات المتحدة بل المسؤول الامريكي لم يذكر اسمه اوضح ان الولايات المتحدة تريد خلق حلقة مفرغة عبر تكثيف الاجراءات العقابية منذ بدء غزو اوكرانيا ترجمة نانسي قنقر